تحية طيبة لكم مشاهدين الأكارم رسالتنا لهذا اليوم ربما تكون نادرة جدا ولأول مرة تحدث في العراق طفل يحتوي على جهازين جهاز ذكري وجهاز أنثوي وأيضا عند عائلة هذا الطفل مطالبات بخصوص قضيته راح نتواجد ونشوف وين مطالباتهم خليكم ميانا موسيقى مستشفى لينا أنت سمم حمل وضغطش عن صاعد فما قلوا لي ثلاثة يام ما قلوا لي أنه هو يعني بهي شي حالة من دع طلع بالخروج مال للمستشفى بوقت الطبلة مال للمستشفى كانت بين الجنس غير معروف على الطبلة فسألت أختي قلت لها يعني هاشنو يعني ظلت قات نيم وممعروف يعني خطيئة مشاهدتني أنا عرفت الشغلة قلت لي إيه بعد الحد الآن ما معروف لا هو ولد ولا هو ابني أي فأني سكتت حتى مكن بوقت ضغط الصاعد ومعروف شنو يعني انقهرت من طلعت للبيت شفته شفت وضعه عنده جهاز يعني يعني اللي يشوفه من الخارج شوفه هو يعني وما البنية وما الولد جهاز العظومات الخارجي يعني موجود بس هم منه وشوه يعني مو طبيعي مو مثل الطبيعي فدزنا على الطبيب اختصاص هرمونات قال لازم احنا نشوف نفحصه نشوف هرمونات الشنو على مود نقرر يعني شو نسوي لعمليات طبعا قالوا اللي عمره 6 شهر هو يا الله يبدي لين عمره صغير هسا ما يتحمل بنش فنكمل فحوصاته من الحد ما يصير العمره اللي ندخلها عملية التحاليل غد الكذرية طلعت طبيعية قال هذا الشي مطمعين يعني نطمن من عنده الهرمونات مالته طلعت الانثوية والذكرية متساوية يعني الثيناتهم طبيعيات قال هذا حيارنا الشي بالسونار من اخدنا لسونار هم بالمدينة اخدناه طلع عنده العضو الذكري داخلي مالته كامل وطلع عنده رحم رحم بس مبايض ما عنده فهم ضلح محيار قال احنا هذا الشي حيارنا فمنقدر هسا كل شي نقرر طالنا شهرين ان هو اجي بالثامن قال شهرين وتراجعوني يعني نقول حتى يكمل التاسع وشهر نطيطه رح اللي هو فوق الشهر مالته يعني منين نولد وتجوني حتى نشوف هم نعيد التحاليل ونسويه لتحفيز الغد الكذرية مالته نحفز الهرمونات حتى نشوف شنو يعني يا هرمونات اللي يتقل ويا هرمونات اللي تثبت عنده والله احنا مطالباتنا بالوزارة الصحة على مد هذا الطفل شوية حالتي يعني تعبانة وتكاليف المصاريف ما انت كلش يعني تكاليف واني قاعد يجار وشغل يوم اكو يوم ما اكو والله كل تحليل دنطب يعني داي كلفنه فدوار اغتيان ثلاثة وارغتيان ثلاثة وتتعرف بعد بالامور هاي لحد الان تحاليل من غير العملية هاي من غير العملية تحاليلة هاي لحد الان ما حدد له بس قال يعني الدكتور قال راح تتعبون بي وراح تصير تكاليف ماتة كلشو هواي ايو احنا يعني ما نقدر على هاي التكاليف شنو مطالباتكم من وزارة الصحة؟ والله مطالباتنا بس خليشوفون هذا الطفل هو هذا غادي من وزارة الصحة يشوفون حالته بالبداية هو الولد ابو الطفل هو صديق بس يعني بعيد عن بيتي بس من واحد الواحد عرفت هذا الشي انه هي الحالة انسانية صراحة يعني نقول انه انسانية يعني بحتة لا انا افيده ولا انت افيده اللي يفيده رب العالمين صراحة بهيش حالة لكن احنا وسيلة انتم احنا الناس الخيرة نقول احنا وسيلة عرفت هاي الحالة ناشدت اكثر من مكان صراحة بس اللي بالبداية انه انتوا جيتوا انا الصورة انه حالة نادرة اول مرة بالعراق يمكن انا يشوفها او اسمع بيها نتمنى انه المعاينة لهذا الوضع يعني وضع انه البيت ايجار ما يملكون يرحون للمضمد مون للمستشفى انا بالنسبة اليه يمكن نقول نساعد بس نساعد احنا كلما على قد نستطع لكن ناشد الجهات العليا المساعدة هذا الطفل لهذا الطفل نترك العائلة نقول هذا الطفل هذا الطفل يعني يجوز يفوت عالم للجنة بعد ما شاهدنا هذه الحادثة النادرة جدا بهذا الطفل اللي يمتلك جهازين جهاز ذكري وجهاز انثوى بحاجة الى تحاليل وهذه التحاليل تكلف مبالغ كبيرة لعائلة هذا الطفل اللي ما يمتلكون حتى بيت يسكنون فيه رسالة الى وزارة الصحة بضرورة التعاون مع هذه العائلة وإيجاد حلول وإجراء عملية سريعة لهذا الطفل وصلنا بياكم لختام جولتنا لهذا اليوم